أهلا بكم سنة 5 ابتدائي في حل اختبارات شهر نوفمبر دراسات اجتماعية الفصل الدراس الأول تابعوني على قناة العلم والمعرفة السؤال الأول لاحظ الخريطة ثم أجب رقم 1 محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية اللي هي دي دي محطة مين؟ أقول له محطة السد العالي السؤال رقم 2 رقم 2 البحر أقول له طبعا ده اللي في الشمال كده البحر المتوسط رقم 3 واحد أقول له طبعا اللي في الغرب هين كده هو دي اسمها واحد سيوى السؤال الثاني أكمل العبارات الأتية بكلمات مناسبة رقم 1 تنقصم مصادر الطاقة في مصر إلى نوعين أقول له طبعا مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة غير المتجددة رقم 2 استوحى المصريون القدماء العملة الزهبية من العملة أقول له على طول العملة إيه؟ اليونانية السؤال رقم 3 يعتمد سكان واحد سيوى على المياه نقط في الزراعة أقول له المياه الجوفية السؤال رقم 4 تعد الأرض الزراعية ومصادر الطاقة من الموارد أقول له إيه؟ النادرة السؤال رقم 3 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم 1 تقوم الزراعة على مياه الأمطار في واد النيل الدلتة الساحل الشمالي الوحيد طبعا أقول له إيه؟ الساحل الشمالي السؤال رقم 2 يستخدم المانجنيز في صناعة الدهانات الأسمدة الطوب الحراري الحلي أقول له طبعا إيه؟ الدهانات السؤال رقم 3 يساهم نشاط التعدين في القضاء على الأمية العشوائيات البطالة الهجرة أقول له طبعا بيساهم في القضاء على إيه؟ البطالة بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السؤال الرقم 4 ضع علامة صحة أو علامة أمام العبارة الصحيحة أو علامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم 1 ساهم اختراع العملة في تسهيل عمليتي البيع والشراء أقول له العبارة صحيحة السؤال رقم 2 يستخرج البترول من حقول برية فقط أقول له عبارة خطأ طبعا ده من حقول برية وبحرية يعني في البر وفي البحر بنلاقي حقول بترول السؤال رقم 3 يدخل معدن المنجنيز في صناعة أسلاك الكهرباء أقول له العبارة خطأ طيب ده بيدخل في صناعة إيه؟ الدهنية طب مين اللي بيدخل في صناعة أسلاك الكهرباء؟ أقول لك النحاس السؤال رقم 4 اكتشف المصري القديم النحاس في العصر الحجري القديم أقول له العبارة خاطئة ليه طبعاً ده اكتشف النحاس في عصر المعيدن السؤال رقم 5 أجب عما يلي فسر رقم ويحد فسر أهمية المياه العزبة في المجال الاقتصادي طبعاً في المجال الاقتصادي يعني زراعة وصناعة تمام كده أقول له طبعاً هي تستخدم المياه العزبة في الزراع وكمان في ايه في الصناعة السؤال رقم 2 ما النتائج المترتبة على صعوبة حملة العملات المعدنية في نتيجة ان احنا مش قادرين نشيل العملات المعدنية ليه لانها سقيلة أدى الى اختراع العملات الورقية الاختبار الثاني رقم واحد لاحظ الخريطة ثم أجب واحد اللي هي منطقة دي منطقة لاستخراج المنجنيز أقوله طبعاً المنجنيز أم بجمة السؤال رقم 2 أحد مصادر المياه العزبة اللي هي دي طبعاً أقوله مين أقوله بحيرة نصر السؤال رقم 3 منطقة لاستخراج دي كده هو أقوله ألوحات البحرية اللي هي الحديد السؤال الأول لاحظ الخريطة ثم أجب رقم واحد منطقة لاستخراج المنجنيز اللي هي دي دي رقم واحد دي طبعاً منطقة مين أم بجمة السؤال رقم 2 أحد مصادر المياه العزبة اللي هي دي دي طبعاً دي بحيرة ناصر السؤال رقم 3 اللي هي رقم 3 دي منطقة لاستخراج أقوله طبعاً ألف وصفات ودي اسمها أبو ترطور السؤال الثاني أكمل عبارات الأتية بكلمات مناسبة رقم واحد أحد مصادر المياه العزبة في مصر بحيرة طبعاً أقوله بحيرة ناصر السؤال رقم 2 أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية تقع بمحافظة أقوله محافظة أسوان في قرية اسمها قرية قرية بنبين السؤال رقم 3 ظهرت عمليتها البيع والشراء بعد اختراع أقوله بعد اختراع النقود السؤال رقم 3 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم 1 أحد الموارد النادرة مصادر الطاقة الشمس مياه البحر الهواء أقوله طبعاً النادرة أقوله مصادر الطاقة السؤال رقم 2 إحدى محطات توليد الكهرباء من المياه الزعفرانة أناطر إسنى الكريمات جبل الزيت أقوله طبعاً إيه أناطر إسنى دي تعتبر إحدى محطات توليد الكهرباء من المياه السؤال رقم 3 يستخرج خامل حديد من إلىadelوعات الخارجة ووحاة سيوة Jeff ووحاة البحرية السؤال رقم 4 ضع علامة صحة أمام العبارة الصحية أو علامة خطأ أمام العبارة الضحية رقم 1 استخدم النسر القديم النحاس في صناعة الحلية وأدوات الزينة أقول العبارة خطأ استخدم الزهب السؤال 2 محطة العين السخنة تععد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم أقول له هذه العبارة صحيحة السؤال رقم ثلاثة الموارد الحرة تكفي حاجات السكان هذه العبارة صحيحة السؤال رقم أربعة إصدار النقود الورقية المصرية من اختصاص بنك مصر أقول له العبارة خطأ طبعا إصدار النقود الورقية المصرية من اختصاص البنك المركزي المصري السؤال رقم خمسة أجب عما يأتي رقم واحد فسر الأهمية الاقتصادية لمعدن الزهب أقول لك يستخدم في صناعة الحلية السؤال التالي قارن بين الموارد الحرة والموارد النادلة من حيث المفهوم مع ذكر المثال لكل منهما طيب عايزين نعرف مفهوم الموارد الحرة أقول له هي الموارد الموجودة بكميات غير محدودة وتفي حاجات السكان ولا تسبب مشكلة زي ايه مثلا؟ أقول لك زي المياه المالحة زي الهواء زي أشعة الشمس طيب بالنسبة للموارد النادرة أقول لك هي الموارد التي لا تكفي إجباع حاجات السكان وندرتها تسبب مشكلة زي المياه العزبة والأرض الزراعية ومصادر الطاقة السؤال رقم 4 ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم 1 استخدم المصر القديم النحاس في صناعة الحلية وأدوات الزينة أقول له العبارة خطأ ده استخدم إيه؟ استخدم الزهب السؤال رقم 2 محطة العين السخنة تععد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في العالم أقول له هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 3 الموارد الحرة تكفي حاجات السكان هذه العبارة صحيحة السؤال رقم 4 إصدار النقود الورقية المصرية من اختصاص بنك مصر أقول له العبارة خطأ طبعا إصدار النقود الورقية المصرية من اختصاص البنك المركزي المصري السؤال رقم 5 أجب عما يأتي رقم 1 فسر الأهمية الاقتصادية لمعدن الزهب أقول لك يستخدم في صناعة الحلية السؤال التالي قارن بين الموارد الحرة والموارد النادرة من حيث المفهوم مع ذكر المثال لكل منهما طيب عايزين نعرف مفهوم الموارد الحرة أقول له هي الموارد الموجودة بكميات غير محدودة وتفي حاجات السكان ولا تسبب مشكلة زي ايه مثلا؟ أقول لك زي المياه المالحة زي الهواء زي أشعة الشمس طب بالنسبة للموارد النادرة أقول لك هي الموارد التي لا تكفي إجباح حاجات السكان وندرتها تسبب مشكلة زي المياه العزبة والأرض الزراعية ومصادر الطاقة السؤال أو الاختبار التالي رقم 1 لاحظ الخريطة ثم أجب رقم 1 محطة توليد كهرباء من المياه دي طبعا دي محطة توليد كهرباء من المياه ايه؟ طبعا من المياه العزبة السؤال رقم 2 منطقة يستخرج منها معدن نقاط المنطقة دي طبعا دي منجم السكري في محافظة البحر الأحمر وإحنا طبعا بنستخرج منه ايه؟ الزهب السؤال رقم 3 رقم 3 بحيرة طبعا في المنطقة دي دي بحيرة المنزلة السؤال الثاني أكمل عبارات الأتية بكلميات مناسبة رقم 1 أحد أهم الخزانات الجوفية في مصر نركز في كلمة ايه؟ الجوفية في مصر خزان أقوله الحجر الرملي النوبي السؤال رقم 2 ينتشر خام النحاس بالصحراء أقوله بالصحراء ايه؟ الشرقية السؤال رقم 3 النقود السلعية التي استخدمها سكان المكسيك قديما هي أقوله جوز الهند السؤال رقم 4 يستخرج من منطقة أم بجامة بسيناء معدن أقوله المنجنيس السؤال رقم 3 اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم 1 يستخرج الفحم من جبل العوينات علبة موسى المغارة طبعا أقوله جبل المغارة السؤال رقم 2 أخذ السلع والخدمات مقابل العملات يسمى المقايدة النقود البيع الشراء أنا أخدت سلعة تمام مقابل أن أنا عطيت عملة يبا أنا كده عملت عملية الشراء السؤال رقم 3 سلعة استخدمها المصريون القدماء في إتمام عمليتي البيع والشراء أقوله على طول الأمح السؤال الرابع ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم 1 يستخدم الفوسفات في صناعة المبيدات الحشرية العبارة صحيحة السؤال رقم 2 موارد المياه المالحة أقل أهمية من موارد المياه العزبة أقوله العبارة خطأ اللي 2 مهمين جدا السؤال رقم 3 محطة جبل الزيت للبحر الأحمر أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح أقوله العبارة إيه؟ صحيحة السؤال رقم 5 أجب عما يأتي رقم 1 بما تفسر يعني أذكر السبب يعني لماذا؟ يعني ليه؟ اختيار قرية بنبان لإقامة مشروع للطاقة الشمسية ليه اختاره؟ قرية بنبان عشان يقيمه مشروع للطاقة الشمسية أقولك لأن قرية بنبان دي تعتبر من أكثر المناطق سطوعا للشمس في العالم السؤال رقم 2 ما النتائج المترتبة على إنشاء مشروع بركت غاليون بمحافظة كفر الشيخ؟ أقولك أول نتيجة احتلت محافظة كفر الشيخ المركز الأول في الإنتاج السمكي على مستوى مصر النتيجة الثانية أن هي جعلت مصر تحتل المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية بكده حباب قلبي ننتهي من حل اختبارات سلاحة اختبارات شهر نوفمبر مادة الدراسات الاجتماعية مدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لك أسلكم كل جديد وإلى اللقاء